وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا سبحانه وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمِ يقال ناتو قاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك معاوذ بالله يجرون هجر وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمِ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى ما ينفعك الذكر ذاك اليوم خلاص ما عاد تنفعك إذا جاءت سكرات الموت ما عاد ينفع يعني الآن تسمع الواعظين تسمع الناس اللي يدعون إلى الله تسمع الناس يعظونك تسمع أمك أبوك تسمع ولا تستجيب يظهر فيك الشيء بتطلع فيك العلامات كلها ومع ذلك ما تنذرك وجاءهم النذير ما كل هذه النذر هذه ما عمرت ستين سبعين سنة ما استفدت من هذا العمر يوم القيامة ما راح تنفعك وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي الله الحياة الحقيقية في ذي كل لحظة هي الحياة الأخروية راحت الدنيا أصل يا لو يتأمل الإنسان الآن في حياته كلها كأنها غمضة عين ترى والله لو تلاحظون فكر في حياتك والله أنك تستعرضها في ثواني كنت مرة طالعي للقصيم وقلنا نمر نفود الثويرات نصلح فيها عشان كنا في قيض مثل الأيام هذه أو بعدها وقت الرطب المهم يوم نزلنا نزلت وكنت حافي في النفود أول ما نزلت رجلي دقها شيء وثلاث دقها تنيع أقرب في ذيك اللحظة والسم يمشي ويرقى أتذكر والله العمر ذلك مضيته راح في لحظات ما كأن الشيء وفعلا الحياة الحقيقية هي الحياة الأخروية لذلك الإنسان الله يرسل آيات هذه ويبغى الناس يتعيضون ويعلمهم لأنه لجاء يوم القيمة ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذيرهم فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في يعني والله العظيم يحتاج الإنسان أنه يعني يتأمل في هذه الحياة اعمل واستانس في الحياة ما يمنع التدين ما يمنعك عنك تستمتع بحياتك التدين وإقامة الصلاة والعبادات ما تمنع عنك تستانس بعض الناس ترى يظن أن التدين هذا تزمت وأنه ضيقة صدر لا لا بشرك ترى أننا مستانسين وترى أننا مبسوطين وترانا إذا عصينا الله ترضيك صدورنا لكن إذا استمرنا في طاعة الله والله ننعيش لذة ونعيش أنس ونعيش مرح وأنس ما شيء ما يمكننا ننقل للناس ذلك والله الحياة الحقيقية أن الإنسان يعمل في هذه الحياة للحياة الباقية والله يستعملنا وياكم في نهاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر